هل يجوز استعمال إزار ورداء للإحوام وبهما كبابيس لحفظ الأغراض والإحاطة بالجسد من أسفل فهل في معنى هذا مخيط وما حكم من عدى العمرة بهما لا يجوز وضع الكبابيس في الإزار والرداء للمحرم لأن هذا بمعنى المخيط يشبه المخيط وإذا كان معه أغراض يريد حفظها يشتري حزام فيه مخابي ويتحزن به على الإزار ويضع أغراضه في مخابي الحزام